انت راجل مدير كرة دي رأيتي في نادي كبير نادي الأهل ويبقى ليك رأي في الصفقات ويبقى ليك رأي في اللعيبة كابتن حسام وكابتن إبراهيم يسووا كمان نهاردة لا اعتقدش ان انت ممكن تحط رقم لا لا لازم اسمع منك رقم واحنا عندنا سقف لا لازم اسمع منك رقم بجد سعر كابتن حسام كم؟ سعر كابتن إبراهيم لا يعني هما عشان انا هفجأك يعني لو انت بتتكلم بقى رقميا اه انا لما باجه اتعاقد مع احد ما بجيب لهش اللاطني انا بجيب له اخر ثلاث سنين حيلا عشان ابقى مقتنع وانا بتتكلم معه فيه اهوات بتبقى بيبقى على ارض الواقع فيه صفقة بتبقى جماهرية فيه صفقة بتبقى ما بين الدير ما بين نعب ما بين نادي واخر دوارد فكورة وموجود فكورة لكن امكانيات والقدرات بتاعت حسام ورهم يعني عكبت حسام ورهم يعني الديني سعر يعني في الوقت والله ما قدر تطمينها لا يعني الديني سعر ما تزنوهش لا والله بجد عصي مش قدر تطمينها عصي مش قدر اقولك انت ومش قدر اقولك كابت حسام بالعكس خليك راجل يعني ايه الديني الانصاف بتاعي ان انا عارف السعر منك فيها أولى لا فيها أولى أه ألم ونظم الشام احنا عن نفسنا كنا نروح ببلاش لا انا عارف اقول دي بقى خلاص يعني ان نقول خمسة مليون دولار خمسة مليون دولار اه مثلا اقل شيء انا بالنسبة لي يستهلوا أكتر من كاب كتير خليك سعيد يعني انت ما بتجيب بلايب بتقيمه في آخر سنتين تلاتة رقميا بالنسبة لي دموني جدا يعني بخشارق ممكن تقيمه في آخر سنتين تلاتة ايه لا بتقيمه آخر سنتين تلاتة طيب طيب كابتن حسام النهاردة الناس فرحت قوي في القوي وشايف ناس خارجة زعلانة يا جماعة انتم زعلانين ليه احنا كسبنا السنغال واحد سفري ودي نتيجة وحضرتك قلتلي ان احنا عندنا تلاتة فرص